بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع سلسلتي فقهيات صيام الست من شوال عنوان هذه الحلقة من لم يصم الست من شوال لعارض معنى واحد مولف دائما تيجي رمضان تيصم رمضان من بعد ذلك تيصم الستيام دين شوال جا شي حارض جا شي حاجة فوق التقى دياله جا شي مرض جا شي مثلا المرأة حيض من عها او رضا او شي حاجة اللي كانت شي مانع مقبول عذري شرعي فهذاك الوقت ديال شوال او انسان قام ما صام لا رمضان ولا شوال ولا عنده المرض المزمين واش غدين الثواب ديال هادو اللي صامو ويكون عنده ثواب لكما صامت دهر كله فاللي كان عنده عادة يصم الست من شوال في كل عام وحصل لي عارض في احد الاعوام من مراضين او صفارين وغيرهما من العوارض ديال مقبولة شرعان محلمر النفساء او الحامل اللي ما قداش باش غادي تصوم فان الله تعالى يكتب له اجرى الصيام ولو لم يصوم علاش لانه كانت يصوم هادشي نمثل لكم ديال الموظف كان الموظف شاوش وبقاخدام العمور دياله هو شاوش وحيش التقاعد غادي تخلص بالأجرى ديال الشاوش ولكن واحد وقت يجتهد حتى ولا خارج سلم سلم حضاش ولا خارج سلم فحيش التقاعد غادي تخلص هو قال سمخ دم مردم بالأجرى ديال الاسميسو أوريشيل ولا ديال سلم حضاش ولله المثل الاعلى والله اكرم والاكرمين فانتك انتي تصوم رمضان وتصوم السيام ديال شوال ولش الزف PROiniz ؟ اليوم حملة ديال ديال رضاعة ديال صفار ديالم مراض ومقدش لصوم السيام ديال شوال واش غادي ضوح لشهدا كنت تتصوم رمضان وتصوم السيام ديال شوال ولا عندك مرض المو Зمين ولكن لديك عتغل الفيديا وانت لا تُدخل في هذا المنصام كل رمضان وحسنت معيه تخلص وقته ب quais إنت ما، تتطفل وتتطفل الفيديا والسيام ديال شوال مكاين وانتك فش carr تثر الظهورة كلها قال لك الرسول سازمة في الحديث الذي رواه البخاري إذا مارد العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيمة فليهذا دي فرصة حيث نكون صحاح ونكون مقيمين نكتر من فعل الخيرات بلجاش عارض ومن عناء يبقى يكتب لنا الله دك الشي اللي كنا تندير وحنا صحاح وحنا مقيمين إلا كان هذا الغرف حق البشر سيوقع بالنسبة المتقاعد أو اللي كانت عنده المغادرة الطوعية فما أدراك برب العزة والجبروت الرحمن الرحيم والكريم سيكتب لك الله دك الشي اللي كنت يتدير فنكتره وحنا صحاح وحنا مقيمين مش يكتب لنا الله ثواب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته